السلام عليكم وعملين اي رابط كنو كلكم بألف خير الفيديو سيكون رفيو سريع عن المنتج انتو شايفينه قدامك ده بس روي انت اول مرة تشوفي الفيديو بتاعي والقناة بتاعتي فاهلا بيكي انا امي من قناة امي تلاقي تحت الفيديو كلمة اللونها احمر كده اسمها سبسكرايب او اشتراك دوسي علي علشان تشتركي في القناة ويصالك ان شاء الله الفيديوهات اللي جاية بعد كده وكمان تشوفي الفيديوهات اللي قبل كده ان شاء الله هتلاقي حاجات كتير مفيدة وهتفيدك بإذن الله التكلم بقى عن الماسك ده للقدم هو عبارة عن ماسك مقشر للقدم بيجي بالشكل اللي انتو شايفينه ده من جوه زي كيس كده بلاستيك على شكل الشراب بيبقى جواء زي ميا كده حاجة سائل المفروض ان الحاجة دي بتفضل على القدم بحيث انها تعمل لها تأشير للجلد السميك اللي هو تحت القدم يعني القعوب الناس اللي عندها جلد خشن فرج لها او بتكسل تعمل بادي كير والكلام ده كله فده بيكون حل سريع جداً لها ان هي في كل فترة ان هي وتجدد الجلد بتاعها وتشيل الجلد الميت طريقة استخدامه سهلة جداً ان انتي بتقصيب المقص من فوق وبعد كده طبعاً بتكون يغسط رجل كويس جداً وبتكوني منشفعيها تمام وبتلبسي ده او الشراب ده لمدة مفروض هو كدبين من ستين لتسعين دقيقة اه يعني تقريباً ساعة او ساعة ونص انا لبسته تقريباً ساعة ونص اه بس انصحك لو انت هتجيب النوع ده يعني ممكن تعودي بيه ممكن ساعتين كويس اوي وبيقولك ان بعد كده بعد ما خلاص اعطي بيه ساعة ونص وكده او ساعتين وقلعتيه تخسير رجلك كويس جداً وخلاص ده بيترمع وبتبضلي من اربع لسبعة ايام هتلاقي رجلك بدأت تقشر من تحت اه وتطلع كل القشر الميت زي الصورة اللي انتو شايفينها قدامكو دي اه تجربتي معي بقى انا ملاقيتش الصورة اللي انتو شايفينه ده او الطريقة الجميلة دي اللي هي بتقشير كل الجلد الميت لا اه وتقريباً عمل ربع اللي في الصورة ده اه نصيحتي اه ليكوا النوع ده مش كويس لانه خفيف قوي يعني ممكن يقشر حتة وحتة لا او مش يعني وكمان الجلد لهو بيبقى خفيف جداً يعني مش انها ممكن واصل عن كعبة الرجلة ممكن يكون سميك شوية فيشير الجلد لا خالص اه ممكن عشان النوع ده مش مش قوي فيه انواع اغلى منه النوع ده كنت جايبه 45 من تجرة يعني اكيد هو سعره ارخص من كده وكتير اه فما اظنش ان هو نوع كويس ممكن لو انت عايز تشتريه وتشتريه نوع اقوى منه وهي الفكرة كلها حلوة ان انت تعملي اه تقشير رجلك بالطريقة دي فهي حلوة جداً وسهلة فانا ان شاء الله ممكن اجرب نوع اغلى شوية برضو واحكم عليه لكن النوع ده مظنش ان انا هشتريه تاني ودي كانت تجربتي معاه واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد مع الفي سلامة ان شاء الله ترجمة نانسي قنقر